موسيقى 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 ممزوجة بين اجتماعية وروحية وفنية نعم نحن كون المهرجان صار رح يتير السنة ورح يتير كل سنة على مدرج المزار عنا مدرج بالمزار بيتسي على حوالي 850 شخص قاعدين بما ان المهرجان بالمزار ودائما رح يكون بالمزار رح يكون مهرجان فني وديني يعني مخلوط بين الاثنين اكيد فن رائع بليء بالمكان اللي عم نعمل فيه المهرجان السبت في 12 قاب رح نتضيف الفنين الأولى القصطة لأحد بـ 13 قاب المتقار في وقات حريقة والتنين بـ 14 قاب رح تكون في عنا جوئة شبيبة مارليس عنتلياس بريستال ديني وأغاني تراثية وشعبية بنفس الوقت يعني رح يكون مزيج من مهرجان ديني وشعبي بشي بليء بالمزار فوق ونحن اكيدين انه رح نكون المدرج مفول بالتلات ليالي نعم ريس اذا بدنا نحكي عن وضع البلدة عن سكان البلدة قديش بيكونوا سكانها موجودين على مدار السنة او بيكون عندكم مواسم بين الصيف والشطة لا اكيد نحنا في عنا قسم كبير من اهلنا بكوكبة موجودين صيف شطة بكوكبة مصرين بالضايعة وفي عنا ماس كبيرة ببيروت بتطلع بالويك اندات خلال الشتوية قدمة واضعة بيسمح لخصم هالأيام بغلال بنزين وهيك وبالصيف بتكون الضايعة عاجئة واكيد في عنا مختربين بيجوا من برة تمان اقلوا بيحبوا يطلعوا مرة اما مرتين عالضايعة كرمال هيك اخرقنا بكوكبة كوكبة ايكو فيلج اللي هي مساحة بيئية حلوة في بنجلوس بساع بيقدر يستضيف السواح وبيقدر يستضيف اهالي ضايعتنا اللي ما عندهم بيوت تهشيف تحلون مجال يطلعوا يعني بدي اقلك انه اخذنا قرار بكوكبة انه ما يكسرنا هالوضع بلبنان ولا يقسنا هالوضع بلبنان فينا كبلدية وفينا كراعية نقول الوضع منهار نحن اخذين عرار انه كوكبة رغم كل هايز الظروف رغم كل المقاسي اللي عم نعيشها اللي عم بعشوها اهالي كوكبة متل كل سكان لبنان بس اخذنا عرار نضلنا صامدين نضلنا نقاوي مع طريقتنا نضلنا بضايعتنا كرمال هيك كانت سيدة حرامون كرمال هيك هالصيفية رح تكون مش بس مهرجين سيدة حرامون رح يكون فيها كمان كتير نشاطات عم باراليل ما ما ننفل من كوكبة ما ما ننفل من ديانا بدنا يضلوا جراسنا يبقوا بدنا يضلوا جراسنا مرفوع ونضلنا عيشين احلى عيشة مع كل جيراننا من كل الطوايف فسنحنا ما ننضلنا بضايعتنا هيدا ارار لا رجوع عنه وهيدا قطع حمر بالنسبة لنا اه ريس ازا بدنا نحكي عن العمل والتنسيق ما بين المجلس البلدي والمجلس الرعوي قديش هيدا الامر بيسهل عليكم النجاح هالاحتفالات والمعرجانات اكيد بسخيل وعنا الابجرس نهرة يلي هو منفتخر فيه يلي هو عراس الرعية يلي هو كاهن البلدي وعنا لجنة واقف تمام متعاونة ونحنا كلنا منعتبر حالنا فريق واحد وحتى وقت عملنا لجنة سيدة حرامون كانت لجنة سيدة حرامون يلي هي قامت ببناء المزار ويلي هي عم بتدير المزار كانت مشكلة من كل فعاليات الضيعة كان جسر طبعا الرئيسة البلدية وكانت بتضم ممثلين عن الوقف عن الاخوية عن النادي السقافة عن كل جمعيات البلدة ونحنا كلنا ايد وحدة تحتى كوكبة تظل دايما ماشي لقدام ما بدنا نفوت باليأس والكنوط لانه بده يجي نهار هالبلد يوقف عاجري ونحنا مش وقت اليوقف البلد عاجري نروح نشوف شو ما ننا نعمل الضيعتنا نحنا ما نكون جاهزين لوقتي يصير في بلد متل ما نحنا بدنا تكون الضيعة على الخط المضبوط نعم شو هي ابرز المشاريع الانمائية اللي اليوم بتستقطب سكان الملد نحنا بهالسبع سنين عملنا خمسة وعشرين مشروع انمائي بس رح ما بدي هلأ تفوت بالتفاصيل موجودين على صفحة البلدية نعم وانا وقتقول مشروع انمائي يعني مشروع حيوي انمائي للناس وللحجر وللبشر بس انا رح احكي عن اربع اشياء بس تفضل من اصل هالخمسة وعشرين لانه هول بمثوا العالم مباشرة وهول هن من الازمات الرئيسية لد بالبلد اول شي بكوكبة قلنا الفخر انه سفرنا النفايات عملنا فرز من المصدر وعملنا معمل بتمويل ايطالة ونحنا ما بقى عنا شي اسمه مكب نفايات بكوكبة نحنا الفرز بروح عم اعمل الفرز وبينفرز من البيوت والعالم كل عم تساعدنا بها الموضوع والزبالة الارغانيك عم تتحول لكمبوست وعم بيتوزع هالكمبوست السواد العضوي مباشرا للناس ومجانا يعني الغينة يعني لازمة النفايات يلي مكعي الدولة نحنا بكوكبة لانه لحل نهاية ما بقى في شي اسمه مكب نفايات بكوكبة يعني حلول سفر نفايات هاي دي بلد قدوة اليوم وعراف السطح وقلنا الفخر بهالشي نعم المرحل الشي التاني نحنا بتشرين الاول على الاراض رح تيركب بتمويل من اليو اس ايد محطة طاقة شمسية كبيرة للبير الارتوازي بكوكبة مع محطة لتعييم الماي بمشروع كلفته حوالي الميتين الف دولار توافع عليه وهلأ نحنا بالخرايط نحنا واليو اس ايد عم حد الخرايط تتصير ميت الشرب كمان مهمة من الضيعة للضيعة ومنظلنا مرتبطين بهالدولة الفاشلة يلي نهار اشت الماي نهار راحت الماي نهار ما بدنا نعطيها نهار ما نمديرها ما بعرف لوين كمان هيدا شي استراتيجي للضيعة بتشرين الاول بكون الحال لانه صار على السكة وتوافع على المشروع من فترة شي شي شهر ضواينا شوارع البلدي بالطاقة الشمسية وهلأ نحنا بمسعة جد جدا 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 بينارة البيوت بالضيعة بعد شركة من برة مع تمويل خارجي هلأ ما راح قول عنه قبل ما الاشياء تزبط يعني الكلية مشاكل الرئيسية يلي بيعاني منها البلد يلي هي النفايات والماي والكهرباء النفايات والماي انتهوا نحلوا الكهرباء الشوارع خلصية طلق رايحين عقصة البيوت هول الاربع مشاريع في حدهم وحدة وعشرين مشروع بديقول بعد انه عملنا بطاعة صحية لكل شخص من كوكب فوق الاربع وستين سنة ومش مضمون صار لأربع سنين بياخدوا الادوية وبلاش بيوصلوا عن نفس البيت كمان بتعم مباشرة من البلدية اخدنا عرار انه نكون ما نشبه الدولة يعني بالعربي اللي مش راح نكون بلدة تشبه لبنان اللي عم نحلم فيه نحنا وولادنا مش ما بيشبه الدولة الحالية وإلا راح نكون منشبه الدولة الحالية بكل شي نعم اخدنا عرار ضيعتنا تشبه البلد يلي عم نسعى كلنا نوصله يلي انشاء الله انه راح نصله بيهم من الايام يعني اليوم قدرت هالاحلام ريس قديش شغلة بالنسبة لكم بتحتاج لتمويل والكل بيشتك من التمويل وازمتنا ازمة اموال تحتاج لتمويل وقدرنا نجيب تمويل لخمسة وعشرين مشروع ومنهم هول المشاريع الكبير والأيكوفيلج واتمناها كمان مع اليوازايد كلفت حوالي الاربعمائة الف دولار نحن الممولين الخارجيين بحاجة لمفدائية بالبلد وقتكون البلدية بالأول وقتكون البلدية عم تعرف تفتش عم تعرف تكون عندها اهداف وتعرف تروح تلاقي تمويل للاهداف اول ما تشتغلي مع اول ممول وتاني ممول وتالت ممول وتكون عم تشتغلي طريقة نظيفة وشفافة وواضحة كل العالم هي بتجي لعندي كل العالم هي بتجي بتقول انه نحن عنا هالمشروع الفلاني لانه ما احدا بحب يكب مصرياته مطرح ما فيه ضربة على الشمال وضربة على اليمين بيكفي انه البلدية يكون عندها اهداف بيكفي يكون فيه فريق مداما مع بعضه عارف يلاقي هالاهداف ويعمل طريق هالاهداف المبتمويل بيجي وللمجلس البلدي كنا نعرف شو يعني تسفير النفايات كيف منعمل تنسفر النفايات بس كان عنا هدف انه ما ننسفر النفايات حطينا الهدف ولقين على الطريق ما بتسدش على الطريق قبل ما توسع قبل ما تنقل هدف نقل هدف منمشي على الطريق وكوننا ناس مؤمنين وناس وطنيين وناس نظاف يعني عم بقول على راس السطح التمويل بيجي لعندي كل عالم بتصير تسع فيك هي المشكلة مشكلة ثقة نعم وقتكون البلدية قابلة انه تنعطها ثقة كل الاشياء بتكون صالحة وكل بلدية بلبنان قادرة تسفر النفايات وقادرة تلاقي مشكلة حلة مشكلة الماي وقادرة تلاقي حلة مشكلة الكهربة وقادرة تعمل بطاقة صحية وقادرة تعمل ملاعب رياضية وقادرة تعمل كل شي بس بدي يكون في اه اهداف تقوموا ببلدتكن بهذا الشكل طالما النية موجودة ووضعين اهداف واضحة قدامكن ومتل ما زكارة ريس هالمصداقية والشفافية والنازاهة بتشجع كل الداعمين يكملوا بدعم وانو تتحقق كل المشاريع انا بدي اشكرك على حضورك معنا لليوم واتمنى لكم كل التوفيق بترجع بتذكرنا بالتواريخ اللي زكرت فيها الاحتفالات والمهرجان لكن الاشخاص اللي حبين يكونوا معكن مشاركين وعم يفرحوا بالصيف ايه مهرجان سيدة حرامون ب12 قاب السبت 12 قاب ال11 13 قاب ال8 14 قاب والإديس اللي هي ال3 15 قاب الاعلان للمهرجان موجود عكل السوشال ميديا التابع للبلدية وجمعيات البلدة ورح يكون في نقاط بيع بكل قضائج حصبية مرجعيون كرمال كرمال العالم تعرف الوين تشتري بطاقاتها ونسهل على العالم ما تضطر كلها تيجي على كوكبة تتشتري بطاقاتها نعم شكرا من جديد على حضورك معنا ومنتمنى لكم كل التوفيق شكرا ريس وانا بدايكم كمان كالشاريتي تيفي وكالصوت المحبة كمان اذا بتحبوا تغطوا هالحادث هالشي بشرفنا واكيد رح يوصلكم دعوة رسمية بهالموضوع نعم شكرا لكم شكرا لحضورك معنا رئيس رفيق أبو رئيس بلدية كوكبة بقضاء حصبية شكرا شكرا الله يحفزك شكرا لحضورك من جديد فاصل احبئنا ومنتبع احنا ويديكم من بعده بهالفقرة الاخيرة بالبرنامج تنكون عم نستضيف السيد سيهام استفان وسيد جوش فرحات مباشرة باتصال من لندن تنحكي عن مجموعة السماء المفتوحة ونشاطاتها بلبنان فاصلوا منتبع